السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزية طلبة وطالبات ولأمر الصف الرابع الابتدائي أهلا بكم معنا في جناب مستر عامي راجب دو معاكم بيسهي براجب معلم أول لغة انجليزية طبعا لو أول مرة شوفونا احنا هنا على القناة بنحل ونشرح جميع مناهج اللغة الانجليزية اللي صرفوه في المرحلة الابتدائية من جميع الكتب الخارجية طبعا النهاردة أنا حبيت أشارك معاكم حل المهام الأدعية لمادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الاجتدائي لفص الدراسة الثانية المهام اللي ننزلها الوزاري يعني إن شاء الله بإذن الله هتروح كده مدرسة لها المصر هيدك المهامات دي أي مهامة منها علشان أي تحلها طبعا نحلت هنا جميع المهام طبعا من جميع المهام بتاع المواد المختلفة العربي والانجليزي والتربية الدينية والمهارات والتكنولوجيا والعلوم وكل حاجة كل المهامات اللي نزلت أنا حلتها هنا على القناة هنحل مع بعضنا مهام الأداية المادة تلاقي الدراسات الاجتماعية ياريت ما ننساش نعمل لايك وتشاركوا في القناة لأول مرة تشوفونا علشان نوصلكم إن شاء الله كل جديد عندي المهام الأداية اللي بيقول لي الأماكن التراسية والسياحية في بلدنا طبعا عندي باكتب الاسم اكتب اسم واكتب الفصل بتاعي رقم واحد بقول لي لاحظوا الصورتين ثم أجب هنبص للصورتين دول ونجاوب إيه ده اسم المكان قال لي محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة دي محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة نوع التراس بتاعي قال لك تراس طبيعي تراس إيه طبيعي أهميتهم يضم مجموعة من الأشجار المتحجرة على شكل قطع صخرية يبقى دي أشجار متحجرة شكلها عام زائل زي الصخور نوع السياحة المرتبطة بي اللي يروح إنك سياحة يروح إسمها إيه سياحة طرفيهية طيب الصورة دي بقى عبارة عن إيه اسم المكان ده بيقول لي قلعة صلاح الدين بطابة قلعة صلاح الدين فين؟ بطابة نوع التراس زي تراس ثقافي تراس إيه ثقافي أهميتهم عندي أهميتين واحد حماية الطرق البرية والبحرية بين مصر وجيرانها يبقى حماية الطرق البرية والبحرية بين مصر وجيرانها الأهمية الثانية تأمين خليج العقبة والبحر الأحمر من الأعداء تأمين خليج العقبة والبحر الأحمر من الأعداء نوع السياحة تكون سياحة ثقافية تمام اتنين بيقول لي ايه بقى اكتب اثنين من السلوكيات الحفاظ على التراث الوطني اكتب اثنين من السلوكيات الحفاظ على التراث الوطني اول حاجة عندنا رقم واحد بيقول لي عدم لمس القطع الاثرية او الالتصاق بها ازاي احافظ على التراث الوطني عدم لمس القطع الاثرية او الالتصاق بها حاجة التانية اتباع قواعد النظافة والأمن داخلها ولا داخل أي مكان للأثار اتباع قواعد النظافة يعني ما ما حافظ على المكان ده نظيف والأمن داخل المكان ده ثلاثة بيقول لي صمم ملصقا دعائيا للترويج لزيارة أحد المناطق الأثرية والسيحية في محافظتك يقول لي بي تحتوي محافظتي على العديد من الأثار التاريخية لذلك يجب عليكم المجيء لزيارتها والتقاط الصور معها طبعا وأرسم أي حاجة مشهورة عندي فيه المحافظة بتاعتي بعد ما أكتب الكلمات دي يبقى أرسم أي أثر موجودة عندي في بلدي أو في المحافظة بتاعتي وأكتب كده أكتب الملصق ده التصميم بتاع الملصق هنا هيكون عندي الصورة بتاعة الأثر اللي عندي تحتوي محافظتي على العديد من الأثار التاريخية لذلك يجب عليكم المجيء لزيارتها والتقاط الصور معها كده نتهينا من المهمة الأولى لمدة الدراسات يلا بينا نشوف المهمة التانية المهمة الأداية التانية سكان مصر سكان A مصر الاسم طبعا وفاصلك اقرأ الجدول يتالي سماجم السنوات وعدد السكان بالمليون قالك في 2017 كان عدد السكان 94 مليون و18 وفي 2021 كان عدد السكان 102 مليون 102 مليون مستعينا بالجدول السابق أكمل الشكل البيانري المقابل مقترح عنوانا له طبعا تعالنا اقترح العنوان ده اسمه التعداد السكاني أو الزيادة السكانية في مصر التعداد السكاني أو الزيادة السكانية في مصر همسر أنا بقى في 2017 كان عدد السكانة عندنا كان في 2017 كان 94 مليون و18 أنا كده عدد F90 بشوية هون عملنا الرسم البياني بتاعنا كده طيب في 2021 كان ايه 102 فأنا برضو ايه عدد المية كده بايه بشوية كده ايه كتبنا العنوان تعداد سكان لزيادة السكانية في مصر وعملنا ايه الشكل بتاعنا ايه ايه اكملنا الشكل الايه البياني السؤال يتنا بيقول لي بقى احسب الفرق بين عدد سكان مصر بين عام 2017 وعام 2021 الفرق يطلع ايه 7 مليون نسمة و2 من 10 7 و2 من 10 مليون نسمة ده الفرق ايه بين عدد السكان من 2017 ل2021 ايه بعد كده رقم 3 بيقول لي بقى من وجهة نظرك ما اثار الزيادة السكانية على مصر ما اثار الزيادة السكانية على مصر قالك تؤدي الى انتشار البطالة تؤدي الى انتشار الايه البطالة وعدم شعور المواطن بالتنمية عدم شعور المواطن بالتنمية الاقتصادية وزدت الطلب على الخدمات الاساسية ايه بقى تؤدي الى انتشار البطالة وعدم شعور المواطن بالتنمية الاقتصادية وزدت الطلب على الخدمات الاساسية طيب بعد كده بيقول لي ما توقعاتك لعدد سكان مصر بعد 10 سنوات بعد 10 سنوات تتوقع ان عدد مصر يكون ايه وصل لايه قال لك سيصبح عدد سكان مصر فوق 130 مليون نسمة سيصبح عدد سكان مصر فوق العدد هيعد 130 مليون نسمة نسبة وتناسب تمام؟ كده انتهينا من المهام الأدائية التانية اللي هي عن سكان مصر المهام الأدائية التالت المادة الدرسات الاجتماعية المهام الأدائية آثرون عبر العصور آثرون عبر العصور لحظ الصور التالية ثم رتب أسماءها على الخط الزمني هنشوف الصور ونرتب الأسماء على الخط الزمني التالي من القديم إلى الحديث حيصر عصور التاريخية تنتمي إليها عندي مسجد محمد علي الأهرامات وقبل هول حصن باب اليون برج القاهرة وآخر حاجة معنا ديف سانت كاتري أول حاجة من الأقدمة من الأحدث بيقول لي إيه بقى العصر المصر القديم الفرعوني كان فيه الأهرامات وقبل هول يبقى العصر المصري القديم الفرعوني كان فيه الأهرامات وقبل هول العصر الروماني كان فيه حصن باب اليون حصن باب اليون العصر الكبتي كان فيه دير سانت كاترين دير سانت كاترين العصر الإسلامي مسجد محمد علي مسجد محمد علي العصر الحديث برج القاهرة العصر الحديث برج القاهرة نالي بالصفحة علشان أين نشوف كمالا المهامة دي يبقى المهمة دي لسا لها كم هنا في الصفحة اللي وراها المهمة التالت المناطق الأسرية اللي قلنا عليها ده عبر العصر المختلفة بيقول لي اكتب أهمية تلك المناطق الأسرية والسياحية للاكتصاد المصري ايه أهمية المناطق دي للسياحة في مصر والاكتصاد؟ قال لك تسهم بـ 12% من الدخل القومي يبقى المناطق الأسرية دي تسهم في 12% أو تساهم بـ 12% من الدخل القومي للدولة كمان توفير فرص عمل للشباب كمان المصدر الاول للعملات الاجنبية طبعا الاثار دي والسياحة بتعمل ايه؟ المصدر الاول للعملات الاجنبية اللي هو ايه؟ اللي هو الدولات والحاجات دي ثلاثة اختر احد المواقع الاثرية والسياحية بالسور السابقة واكتب مكترحين لتطويرهما ليدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو يبقى انا هشوف ايه مواقع من المواقع الاثرية اللي احنا نسعينها دلوقت دي واشوف هطوره ازاي عشان يكون علي قائمة التراث العالمي لليونسكو اسم المنطقة الاثرية اللي احنا اخترناها خلناه مسجد محمد علي مسجد ايه؟ محمد علي مكترحات التطوير هنعمل ايه؟ تطوير المنطقة المحيطة به هنتطور المنطقة اللي حولين المسجد تطوير المنطقة المحيطة به طيب اكتب اثنين من السلوكيات للحفاظ على المنطقة الأسرية والسياحية بمصر اكتب اثنين من السلوكيات علشان احافظ على أثار بلدي والسياحة عدم تناول الطعام والشراب بجانبها بجانب الأثار عدم تناول الطعام والشراب بجانبها اثنين اتباع كواعد النظافة والأمن داخلها اتباع كواعد الأمن والنظافة داخلها كده انتهينا من المهمة التالتة يلا بينا نشوف المهمة الرابعة المهمة الرابعة عندي إيه؟ المهمة لديها الرابعة مجلس النواب مجلس النواب اقرأ المادة أدناه الخاصة بالإيه؟ باليمين الدستوري لأعضاء مجلس النواب ثم أجد يلا بنا نشوف المادة دي الخاصة بالإيه؟ اليمين الدستوري اليمين الدستوري العود وإيه؟ مجلس النواب تنص المادة 104 من الدستور المصري على تعالوا نشوف يشترط أن يؤدي ألو عضو أمام مجلس النواب قبل أن يبشر عمله اليمين الدستوري لعضو مجلس النواب التي هيقول ايه اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستورة والقانون وان ارعى نصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة اراضيها ده الايه القسم اللي هيقوله ها عضو مجلس النواب اول سؤال عندي استخلص من المادة السابقة اثنين من الصفات من صفات عضو مجلس النواب رقم واحد رعاية مصالح الشعب رعاية مصالح الشعب ده ايه من ضمن ايه الصفات بتاع مجلس عضو مجلس النواب دول حاجة رعاية مصالح الشعب اثنين الحفاظ على استقلالي وسلامة اراضيها الحفاظ على استقلالي وسلامة اراضيها السؤال التاني بيقول لي اكتب اثنين من المهام تعودوا لمجلس النواء فيعمل ايه وضع القوانين الجديدة تعديل قوانين قديمة تمثيل اهل دائرته وحل مشاكلهم وضع القوانين الجديدة وضع القوانين الجديدة تعديل قوانين قديمة دي المهم اللي بيقوم بيها ان ايه يضع قوانين جديدة بعد القوانين قديمة تعديل قوانين قديمة تمثيل اهل دائرته ان هو يمثلهم ويحل ايه مشكلتهم ثلاثة لو أتيحت لك الفرصة أن تكون عضو مجلس النواب عن محافظتك حدد مشكلة تعاني منها محافظتك ووضح الدور الذي يمكنك القيام به لحل هذه المشكلة لو أنت باجع لك اليوم وقت إيه عضو مجلس النواب إيه المشكلة اللي عندك في المحافظة وعيش تحلها قال لك المشكلة اللي عندنا مشكلة الإيه مشكلة القمامة مشكلة إيه القمامة حلها هنعمل إيه يكون عندنا نوفر إيه شركات لتدوير المخلفات شركات لتدوير المخلفات وتطبيق غرامات على المخالفين يبقى الحل أن أنا أوفر إيه توفير شركات لتدوير المخلفات دي اللي هي القمامة ناخدها هيا نعمل لها إعادة تدوير لإعادة استخدام وننتج منها إيه حاجات جديدة ونطبق غرامات على المخالفين للناس اللي هي بترمي القمامة في أي إيه في أي مكان وكده صنة الرابعة نكون انتهينا من المهمة الأدعية أي الرابعة اللي هي مجلس النوار يلا بنا نشوف المهمة الأدعية الخمسة المهمة الأدعية الخمسة بيقول لي إيه سكان محافظة سكان إيه محافظة بيقول لي بقى السعن بالخارطة المقابلة أو خارطة الكتاب المدرسي ثم يعجب طبعا أختار محافظة هتكلم مثلا عليه الدقهلية الدقهلية يتروح عدد سكانها قالك من 6 ل 8 مليون نسمة من 6 ل 8 مليون نسمة تتشابه محافظتك مع محافظة الشرقية من حيث عدد السكان يبقى الضقهلية والشرقية متشابهين فيه من حيث عدد السكان طيب وستعلم بالخريطة السابقة حدد المحافظات المجاولة لمحافظتك وعدد السكان كلا منها المحافظات اللي جنب الايه أو المجاولة المحافظة اللي جنب الضقهلية هتلاقي الشرقية وضمياط والغربية وكفر الشيخ وكمان عدد السكان الشرقية قالك من 6 إلى 8 مليون نسمة ضمياط من 1 إلى 4 مليون نسمة الغربية من 4 إلى 6 مليون نسمة كفر الشيخ من 1 إلى 4 مليون نسمة تمام؟ يبقى كلا عرفت كل محافظة محافظات المجاولة للضقهلية وكمان عرفنا عدد السكان في كل ايه؟ محافظة رقم 4 بيقول ليه بقى حدد منونجة نظرك أسباب زيادة حجم الأسرة في الريف عن الحضر ليه؟ عدد الناس في الأسر زيادة في الريف عن الحضر عندي أسباب طبعا الزواج المبكر السبب الثاني كثرة الإنجاب الزواج المبكر وكثرة الإنجاب وكمان العمل في الزراعة حيث تحتاج إلى عدد كبير من الأفراد طبعا الريف عشان أصلا بيعتملوا على الزراعة فطبعا ايه من وجهة نظره؟ من إحنا ايه؟ يكون عندنا عدد أفراد أسرة كتير عشان ايه؟ يشتغلوا في الأرض وفي الزراعة خمسة بيقول لي صمم لوحة إرشادية تدل على ضرورة تنظيم الأسرة هنقول لي بقى يجب أن لا يزيد عدد الأسرة عن عدد خمسة أفراد حتى يستطيع الأب على توفير الحياة الكريمة لهم يبقى عوزة ايه؟ أعمل روحة إرشادية عن ضرورة تنظيم الأسرة هنقول لي يجب أن لا يزيد عدد الأسرة عن عدد خمسة ايه أفراد حتى يستطيع الأب على توفير الحياة الكريمة لهم كده انت هنا المهام الخمسة يلا بنا نشوف المهام رقم 6 المهام رقم 6 بيقولي لاحظ الصورة التالية ثم يجب الصورة دي صورة بتاعت الانتخابات بيقولي اكتب كلمة صواب أو خطأ أمام العبارة التالية تعبر الصورة أعلى عن ممارسة المواطن المصري لحقه الانتخابي طبعا صح تعبر الصورة عن ممارسة المواطن المصري لحقه الانتخابي تمام اتنين من وجهة نظرك ما أهمية ممارسة الفرد الحق الانتخابي؟ إيه الأهمية بتاعي أنك تمارس حقك الانتخابي في الدولة؟ قال لك يساعد على بناء مستقبل الوطن يساعد ذلك على بناء مستقبل الوطن ثلاثة ماذا يحدث إذا امتنع المواطن عن ممارسة حقه الانتخابي؟ ماذا يحدث إذا امتنع المواطن عن ممارسة حقه الانتخابي؟ قال لك سيتأثر مستقبل وطننا سلبا سيتأثر مستقبل وطننا سلبا ماذا تقول لزميلتك التي تعزف عن المشاركة في الانتخابات المدرسية تعزف يعني ترفض صاحبتك بترفض تشارك في المنتخابات بتاعت المدرسة أنا أقول لها إيه عليك المشاركة في الانتخابات المدرسية من أجل تعليم أفضل ومنظم أنا أقول لها عليك المشاركة في الانتخابات المدرسية من أجل تعليم أفضل ومنظم تمام كده أنت هنا من المهام رقم 6 يلا بنا نشوف المهم رقم 7 عندي المهمة 7 بيقول لي وسائل النقل والاتصال في حياتنا قو cerela لو اتيحت لك الفرصة لاستخدام احدى وسائل النقل في الماضي فيها مسيلة نقل طيبة لو اتيحت لها الفرصة إننا أكون في الماضي وأستخدم وسيلة موصلة تختار إيه قال لي العربات الحربية العربات الحربية دي وسيلة نقل إيه قديمة ليه لأن تصميمها رائع ولأن المصريون القدماء استخدموها في طرد الهكسوس من مصر يبقى أنا ليه اخترت العربات الحربية قال لك تصميمها رائع والمصريون القدماء استخدموها في طرد الهكسوس من مصر بعد كده عندنا بيقول لي اكتب ثلاث سلوكيات إيجابية للتعامل مع هذه الوسيلة عوزين ثلاث إيه؟ سلوكيات إيجابية إزاي أكون إيجاب وأنا بساعدة مسائل الموصلات دي ألتك أول حاجة عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة عدم تناولا الطعام والشراب أثناء القيادة السيارة في مصار محدد السيارة في مصار إيه محدد يبقى عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة عدم تناول الطعام واشرب أثناء القيادة السائر فيما صار محدد طبعاً دي إيه سلوكيات عامة إيه لأي وسائلت إيه مواصلات بعد كده يقول لي رتب وسائل الاتصال على الخط الزمني التالي من القديم إلى الحديث الدخان الحمام الزاجل الأصوات العالية الإنترنت قرع الطبول البريد الهاتف طبعاً أول حاجة كتأيه الدخان تمام ثاني حاجة الأصوات العالية ثالثة عندنا قرع الطبول بعد كده الحمام الزاجل بعد كده عندنا البريد والهاتف وأخيراً الإنترنت الأول حاجة عندنا الدخان كانت بيستخدمها زماً في الاتصال مع كده الأصوات العالية قرع الطبول الهوية الخبط كده على الطبول الحمام الزاجل اللي كان يبعثه من خلاله الرسائل والبريد نبعت رسائل عن طريق البريد بعد كده الهاتف وبعد كده الايه الانترنت كده حبايب نكون انتهينا من حل مهمات مادة للدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي نمازج الوزارة الرسمية رب الفيديو كنا لإعجابكم وذكركم ان هتلاقي هنا على القناة حل جميع المهمات لجميع مواد الصف الرابع الابتدائي يا ليت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتعروا بنصحابكم بنمعرفكم عشان نكبر بكم ان شاء الله لو اول مرة تشوفوني يا ريت اي نعمل لايك للفيديو ونشارك في القناة عشان نوصلنا ان شاء الله كل جديد واتمنكم النجاح البالو والتغفق بإذن الله كانت معكم مسهبة راجب من قناة مستر عامل راجبته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته